واستقبل مساء اليوم مستشفى سليمان عمرات بمدينة بريكا في باتنا حالة يشتبه في إصابتها بداء الكوليرا ويتعلق الأمر بشاب في العشرينات من العمر موظف بولاية باتنا وكان في عطلته الصيفية خلال أيام العيد بمنزله العائلية المتواجد بولاية تيبازا وعند عودته ظهرت عليه الأعراض التفاصيل في ميكروفون سعيد حريقة مواطن من ولاية يعمل في ولاية باتنا وذهب إلى ولاية تيبازا بالتدقيق لقضاء أيام العيد مع العائلة انتعوا ومن بعد الرجوع انتعوا من أيام العيد اليوم كان عنده بعض القياة والسطر في الكرش داخله إلى المستشفى ولا داعي للقلق لأن الطبيب المعالج المختص في الأمراض المعدية يعني يقول بأنها أكثر يعني انغاسترو انتيريت كوتر شوز يعني وهذا لا يدعي للقلق يعني إن شاء الله وهي يعني الإجراءات يعني عادة تم كل الإجراءات يعني الوقائية المنصوصة عليها يعني من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهو يعني تحت الرقابة ويعني ما يكون إلا خير إن شاء الله في انتظار يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة